وبالمناسبة أنا آسف جداً معلش لأنه أنا النهاردة قبل ما اتكلم في احتفالات وقبل ما اتكلم في أي حاجة لفت نظري أن هناك البعض بيحاول أن يضع أو يبث الانقسام في مجلس إدارة النادي الأهلي بعض الإعلاميين عايزين نقول بالإسم؟ هقول بالإسم أستاذ محمد شابانة أستاذ محمد شابانة أنا آسف أن أنا هطلع بره الاحتفالات ولكن الموضوع ده لفت نظري النهاردة والنهاردة تحديداً ومن قناة أعتقد اسمها ETC أو LTC حاجة كده يعني ETC هي قناة محترمة جداً وعلى دماغي من فوق هذه القناة مملوكة لأحد الرجال اللي معروف بانتماءهم لنادي بعينه اللي معروف بانتماءهم لنادي بعينه شمعنا دلوقتي يطلع الأستاذ محمد شابانة يتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي ويقول أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان هناك جابها بتحاول أو بتقود الانسحاب من البطولة الإفريقية وجابها أخرى وقال بالأسماء فلان وفلان 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 خلينا أقول لحضرتك يا أستاذ محمد المفاجأة وأنا بتكلم هنا بمنتهى الاحترام وده الطبيعي لأن برضو أستاذ محمد رجل قيمة كبيرة في الإعلان لكن خلينا أقول لحضرتك المفاجأة الكبيرة جدا هل تعلم حضرتك أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالقرارات اللي تم اتخاذها أمس أو أول أمس كلها التمن قرارات تم التصويت عليهم وتم اتخاذ هذه القرارات بإيه؟ بالإجماع يعني إيه بالإجماع؟ يعني كابتن محمود الخطيب الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتجي الأستاذ محمد الغزاوي الأستاذ طرق أندين الأستاذ الدكتور محمد شوقي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ مهند دكتور مهند مجدي أستاذة مية عاطف كابتن حسام غالي طبعا المجموعة كلها قالت إحنا موافقين لو كان هناك اعتراض كان حيبقى واضح في محاضر مجلس الإدارة ولكن القرار خرج بإجماع الجميع الجميع قال إحنا موافقين على التمن قرارات من فضل حضرتك من فضل حضرتك يا أستاذ محمد وأنا الأول مرة أتكلم بهذا الشكل يعني أتكلم إعلامي مباشرة أتكلم له أستاذ محمد مباشرة يا أستاذ محمد إذا كان عندك حاجة في إيديك لو سمحت وره لنا عشان أنا عندي أنا عندي اللي يقول إن أنا بقوله أنا عندي اللي يقول إن أنا بقوله والموضوع إزاي وصل لهذا الأمر يعني إجماع يعني إيه؟ يعني قرار مجلس إدارة بيبقى فيه الكل بيبقى ماضي عليه إن أنا موافق 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 فأنا ممكن أنا عندي اللي يخليني أو عندي الوثيقة اللي تخليني أطلع أتكلم بمنتهى بمضاية القلب لكن حضرتك طلع بتتكلم على الأساس أنا ما عرفش شمعنا دلوقتي؟ أنا ما عرفش وشمعنا الأيام دي؟ أنا ما عرفش لكن عموما معروف توجهات هذه القناة وتوجهات رئيس أو مالك هذه القناة هي توجهات بعيدة عن النادي الأهلي شوية كل اللي إحنا عايزينه أن يكون هناك حيادية إذا كان عند حضرتك حاجة تقدر تتكلم فيها لو سمحت ورها لنا بس كده